أحبتي السلام عليكم إن المسلم مننا يعيش في رحاب اسمي الله الرحمن الرحيم ويستظل بظلالهما الوارفة معظم يومه فهو يبدأ يومه بالصلاة يصلي في اليوم الواحد خمس صلوات في كل مرة يقرأ فيها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيصير العدد في اليوم الواحد سبع عشرة مرة يذكر فيها اسمي الله الرحمن الرحيم ثم هو يقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيصير العدد الآن أربعا وثلاثين مرة هذا إن اقتصر فقط على الفرائض لكنه لو أكمل هذا كله بالسنن النافلة لتضاعف ذلك العدد واسم الله الرحمن واسم الله الرحيم من أشهر الأسماء بعد اسم الجلالة الله أحبتي إن رحمة الله عز وجل تتجلى على الإنسان في كل مراحل حياته فهو منذ أن كان جنينا في بطن أمي في مراحله نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما مكسوا ثم نفخ الله عز وجل فيه هذا الروح الذي يحيا بسببه ويكرم لأجله ثم يسر له السبيل وأخرجه من ظلمات ثلاث ثم السبيل يسره وهذه الظلمات الثلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وأخرجه من بطن أمه وألهمه كيف يرضع وألهمه كيف يتنفس وكيف يعيش ثم هو سبحانه غرس الرحمة في قلب أبويه من ناحيته في يوم من الأيام جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبايا من المشركين فكان من بين هؤلاء السبايا امرأة لها طفل رضيع وفجأة تاهى ولدها عن عينيها في وسط زحام كثير من الناس وظلت الأم تتهافت على وليدها كالمجنونة تبحث عنه وسط الناس كالذي يبحث عن إبرة صغيرة في كومة كبيرة من القش ماذا عساها أن تفعل وإذا برحمة الله عز وجل تتجلل وتجد وليدها فإذا به فورا تلصقه بصدرها وتلقمه إياه ليرضع وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يهتبل تلك الفرص ويقتنص تلك المواقف ليربي بها أصحابه والمسلمين من بعده فقال انظروا أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر